بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ففي قراءة شره الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله نتناول اليوم باب الجواز بعد الانتهاء من النواصب أو المنصوبات بأكملها وآخر النواصب آخر المنصوبات المضارئ المنصوب وهو ما أكملنا مسائله في الدرس السابق والآن ندخل في مقابل المضارئ المنصوب وهو المجزوم قال رحمه الله وجوازم الفعل المضارئ قسماني الكسم الأول ما يجزم فعلاً واحداً ما يجزم فعلاً مضارئاً واحداً والكسم الثاني ما يجزم فعلاً والكسم الأول مختلف في معانيه الكسم الأول لكل من أدواته معناه الخاص أما الكسم الثاني فجميع أدواته تشترك في معنى الشرط الكسم الثاني يعني ما يجزم فعلاً أدواته تشترك في إيه؟ في جزمي تشترك في معنى الشرط كما تشترك في الجزم قال فالذي يجزم فعلاً واحداً لم هذا الجزم الأول وهو هرف نفي وقلب وجزم يجزم الفعل المضارئ ويدل على نفي وقوعه كما أنه يقلب المضارئ إلى الماضي المضارئ يدل على هصول العمل في الحاضر أو المستقبل وإذا دخل عليه لم تحول إلى الماضي في المعنى ولذلك يقال في الإعراب حرف نفي وجزم وقلب أو حرف نفي وقلب وجزم نحو لم يلد ولم يولد لم حرف جزم يلد مضارئ مجزوم بلم ولم يولد لم أيضاً حرف نفي وقلب وجزم يولد مضارئ مجزوم بلم ولما هذا الحرف الثاني لما في اللغة العربية لها ثلاثة استعمالات تستعمل زرفاً بمعنى حين ويقع بعدها الفعل الماضي ولا تجزم شيئاً ولا تعمل شيئاً مثل فلما قضينا عليه الموت لما قضينا بمعنى حين قضينا هذا الاستعمال الأول الاستعمال الثاني أن تكون بمعنى إلا كقوله تعالى وإن كل لا كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها هاتف بمعنى إن كل نفس إلا عليها هاتف إن كل نفس إلا عليها هاتف ثم لاستعمال الثالث لما لاستعمال الثالث أن تكون لنفي المضارئة مثل لم تكون مثل لن في المعنى حرف نفي وقلب وجزم تدل على النفي وتقلب المضارئة إلى الماضي في المعنى وتجزمه وتتميز اللم ببعض الأسرار والمعاني الثانوية كدلالتها على توقع وقوع المنفي في المستقبل النفي بلما يوحي بأن المنفي يتوقع وصوله في المستقبل أو قول لما يأتي الأستاذ بمعنى لم يأتي الأستاذ لكن عندما أتأمل لما يعني أتوقع أن يأتي بعد قليل وعلى هذا قوله تعالى لما يذوق عذاب يعني لم يذوقوا ولكنهم سيذوقون فيما سيأتي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يدخل بمعنى لم يدخل ولكن يرجى دخول الإيمان في المستقبل أما في الحال فلم يدخل قال ولما بتشديد الميم أختها أي أخت لمف الجزم والنفي والقلب نهو لما يأتيكم لما حرف نفي وقلب وجزم يأتي مضارع مجزوم بلما وعلامة الجزم حصف حرف الإلة وطبعا علامة الجزم إما السكون مثل لم يلد ولم يولد وإما حصف حرف الإلة نهو لما يأتيكم وإما حصف النون كما سيأتي لما يزوق أذب قال بخلاف لما الحينية أي التي بمعنى حين نهو فلما قضينا عليه الموت فهي لا تجزب المضارع بل لا يكاد يقع المضارع بعدها ولما الإيجابية أي التي بمعنى إلة نهو أقسمت عليك لما فألت كذا أي إلا فألت كذا فإنهما أي لما الهينية ولما الإيجابية يدخلان على الماضي بخلاف لما النافية فهي مختصة بالمضارع ولام الأمر هذا هو الجازم الثالث لام يدخل على الفئل المضارع فيجأله كالأمر في المعنى يجأله كفئل الأمر وهذه اللام تقصر تقصر إذا لم يكن قبلها واو الأطف أو فاء الأطف أو ثم كقوله تعالى ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك حكاية عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي اللام لام الأمر لكن هنا لا لقل لام الأمر لأنه من الأدنى إلى الأعلى إلى الباري سبحانه وتعالى فنقول لام الدعاء ولام الدعاء كلام الأمر في المعنى الفرق فقط في المصدر لام الأمر من الأعلى إلى الأدنى والدعاء من الأدنى إلى الأعلى إذا اللام لام الدعاء يقضي مضارع مجزوم باللام وألامة الجزم حصف هرف الإن وإذا سبقت هذه اللام بالواوي سكنت صارت ساكنة كقوله تعالى وليوفو نذوره وليوفو اللام لام الأمر يوفو مضارع مجزوم باللام ألامة الجزم حصف النوت وهي ساكنة لأنها مسبوقة بالواوي وليوفو نذوره وليطوفو بالبيت العتيق وكذلك إذا سبقت بالفاء كقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب فليمدد يمدد مضارع مجزوم بلام الأمر ولام الأمر ساكنة لأنها مسبوقة بالفاء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع شاهد آخر ثم ليقطع يقطع مدارع مجزوم باللام أيضا واللام ساكنة لأنها مسبوقة بالسماء مفهوم الكلام؟ تفهمون ما أقول؟ قال ولام الأمر نحو لينفق ولام الدعاء نحو ليقضي انتهينا من الحرف الثالث ثم الحرف الرابع وهو الأخير ما يجزم فئلا واحدا أربعة أشياء لم ولما ولام الأمر والدعاء اسم واحد ثم الثالث لا الناهية والدعائية لا التي تدل على نحي المخاطب أن تئل شيء معين لا التي تدل على طلب الكث عن الفعل ترك الفعل وإذا كان الطلب من الأعلى أطلق عليه النحي طلب الكث إذا ورد من الأعلى فهو نحي وإذا ورد من الأدنى فهو جعا وعلى كل النوأين فالمضارع المذكور بعد لا هذه يجزم بها قال وَلَا فِي النَّحِي نَحَوْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ لَا تَخَفْ تَخَفْ مُضَارِع مَجْزُومٌ بِلَنَّا هِيَةَ أَلَامَةُ الْجَزْمِ السُّكُونَ وَلَا فِي الدُّعَى نَحَوْ لَا تُؤَاخِذْنَا هذا دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى أَلَّا يُؤَاخِذَنَا بِمَا يعني أملنا من السيئات تُؤَاخِذْنَا تُؤَاخِذْ مُضَارِ مَجْزُومٌ بِلَاءَ الدُّعَيَّةَ أَلَامَةُ الْجَزْمِ السُّكُونَ وأما معانيها هذه الحروف الأربعة التي تجزم فعل المضارئاً واحداً فَلَمْ لِنَفِي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُطْلَقًا يعني إيه مُطْلَقًا سواء أكان النفي منقطعاً أم كان مستمراً النفي بِلَمْ يَكُونُ مُنْكَطِعًا يعني المنفي انتهى نفيه في وقت التكلّم كأن أقول مثلاً لم يفهم زيد ثم فهم لم يفهم زيد ثم فهم إذن لم يفهم زيد هذا النفي منقطع لم يفهم في الماضي والآن قد فهم وأقول لم يفهم زيد حتى الآن فالنفي مستمر لم يفهم زيد ثم فهم النفي منقطع لم يفهم زيد حتى الآن النفي مستمر هذا معنى لنفي الفعل الماضي مُطْلَقًا لنفي الفعل في الماضي مُطْلَقًا لم يفهم زيد ثم فهم كأنني قلت ما فهم زيد ثم فهم لم يفهم زيد حتى الآن كأنني قلت ما فهم زيد حتى الآن ولما لنفي الفعل في الماضي متصلا بالحال لما تدل على النفي المستمر إلى وقت التكلم ولا تكون في النفي المنقطع لا يجوز أن أقول لما يفهم زيد ثم فهم هذا خطأ نحو لما يذوق عذاب أي إلى الآن ما ذاقوه هذا هو المعنى وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام فيتقرر الكلام معهما يعني فيتقرر الكلام معهما أي فيسير الكلام مكررا الكلام المذكور بعد لم ولما الحمزة إذا دخلت على لم فهي لتقرير ما بعد لم وإذا دخلت على لما فهي لتقرير ما بعد لم أقول ألم تفهم معناه قد فهمت ألم تفهم معناه قد فهمت ويجوز أن يكون للسؤال الحقيقي ألم تفهم سؤال أن تذر الجواب فتقول بلى أو نعم وأقول للتقرير وليس للسؤال ألم تفهم بمعنى قد فهمت وعليه قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك الله سبحانه وتعالى لا ينتظر الجواب يهيط بكل شيء علما فقوله ألم نشرح بمعنى قد شرحنا لك صدرك وكذلك إذا دخلت ألا لما وألما يقم زيد بمعنى قد كام زيد وقد يكون للسؤال الحقيقي فيأتي الجواب بعده ولام الأمر والدعاء لطلب الفعل ولا في النحي والدعاء لطلب الترك فمن الأعلى إذا صدر الأمر إذا صدر طلب الفعل أو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى فطلب الفعل يطلق عليه أمر وطلب الترك يطلق عليه نحي وإذا صدر من الأدنى إلى الأعلى فكلاهما يطلق عليه الدعاء انتهينا مما يجزم فعلا واحدا ثم ما يجزم فعلين قال والذي يجزم فعلين حرف وصم فالحرف إن بكسر الحمزة وسكون النون باتفاق أي بالإجماع حرف بالإجماع الاتفاق على حرفيته وإزما على الأصح يعني هناك خلاف بين النهويين في إزما هل هو من الحروف أو من الأسماء فالأصح هو أنه من الحروف وهو مذهب سيبوي وكيله يسم وهو مذهب الفارسي ومن وافقه الفارسي والمبرد وابن السراج وكيله يسم وهما أي إن وإزما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط يدلان على الشرط يدلان على أن الأولى شرط في خصول الثاني والشرط النحوي الشرط عند النهويين واللغويين ليس كالشرط عند المناطق والفلاسفة الشرط لابد أن يتوقف عليه وجود الجواب كالسبب والمسبب في المنطق والفلسفة إذا قلنا هذا شرط كذا فلا يتصور وقوء المشروط دون الشرط لا يتصور وقوء الجواب أما في اللغة فالأمر ليس كذلك قد يكون الشرط على الحقيقة وقد يكون على المجاز أقول إن تذاكر تنجح فالمذاكرة شرط في خصول النجاح في الواقع وأقول إن تكرم زيدا يهنك إن تكرم زيدا يهنك يعني إكرام زيد سبب في حصول الإحانة منه هل هذا حقيقة؟ هل يؤقل أن يكون الإكرام شرطا لحصول الإحانة؟ لا هذا على خلاف الواقع ولكنه قد يقع رجل بلغ من اللؤمة والسوء ما بلغ يسيء حتى إلى من يحسن إليه يهين حتى من يكرمه يعني إذا كان إكرامه يقتضي الإحانة منه فما بالك بإحانته؟ يقتضي القتل إذا أحنته يقتل إذا أكرمته يهنك طيب كيف لو أحنته؟ ماذا سيقول؟ وعلى هذا قوله تعالى وإن تطيئوه تحتدوه وإن تطيئوه تحتدوه هذا الشرط الحقيقي يعني طاعة رسول الله شرط للهداية هذا على الحقيقة مثال إن تزاكر تنجا نحو إن تزاكر تنجا طيب مثال الثاني قوله تعالى وإن تدؤوهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذن أبدا إن تدؤوهم إلى الهدى يعني دعوة رسول الله لهؤلاء الكفار المؤينين يؤدي إلى عدم هدايتهم هذا من نوع الثاني والآية تدل على أن الكفار المتحدث عنهم ليمكن أن يحتدوا ختم الله على قلوبهم على حد قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الإنذر وعدم سواء فمن ينذر ولا يؤمن ويستمر في كفره وطبيانه فكيف لو لم ينذر أصلاً يعني من كانت دعوة رسول الله سبباً لبعده عن الهدى فما بالك لو آش فيه وقت الفترة أو لم يدع أصلاً يكون الكفر من باب أولاً يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في هداية الجميع ويتعلم ويعزن على كفر واحد فقط من البشر فالله سبحانه وتعالى يخفف عليه أو يخفف أنه الألم بمثل هذه الآيات وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يحتد وهذه الدقيقة تخفى على الكثيرين أسلوب الشرط في اللغة ليس مقصوراً على معنى الشرط الحقيقي يكون على الحقيقة ويكون على المجاز بخلاف الشرط عند المناطقة فهو لا يكون إلا على الحقيقة يعني دعوة رسول الله ليست شرطاً حقيقياً لعدم الهدى شرط مجازي وقد نبه على هذا كثير من المحققين فالإمام الرضي في شرهه على الكافية والجاني أيضاً في شرهه على الكافية طيب قال لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط لك أن تقول إما على الحقيقة وإما على المجاز والاسم نوآن ظرف وغير ظرف فغير الظرف من بفته الميم من يدل على شخص عاقل يدل على الآقل ولا يدل على الزمان أو المكان وما يدل على ذات غير الآقل ولا يدل على الزمان أو المكان ومهما وأي وكيفما مهما أيضاً بمعنى ما يدل على ذات غير الآقل وأي هو أيضاً كذلك لكن أي يصدق معنى أي يرجع إلى ما أضيف إليه فإذا أضيف إلى الظرف فهو ظرف وإذا أضيف إلى المصدر فهو مصدر وإذا أضيف إلى الزات فهو اسم ذات وكيفما والظرف زماني ومكاني ما يدل على معنى الظرف إما أن يدل على الزمان وإما أن يدل على المكان فالزماني متى وعياناً والمكاني أين وأنا وهيثما وهي أي أسماء الشرط تنقسم ستة أقسام بالنظر إلى المعنى أهدها الكسم الأول موضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإزم لا يدل لا على الذات ولا على الزمن ولا على المكان ولا على أي شيء يدل على مجرد الشرط إن تذاكر تنجح إزمى تذاكر تنجح والثاني ما وضع للدلالة على مجرد من يعكله ثم ضمن معنى الشرط وهو من يدل على معنين يدل على الشرط ويدل على إيه ويدل على الذات والثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط يدل على غير الآقل ثم على الشرط وهو ما ومهما والرابع ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيانا والخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو أين وأنا وهيثما والسادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة يعني يكون للآقل ولغير الآقل ويكون للزمان ويكون للمكان وهو أي فإنها بحسب ما تضاف إلي فهي في قولك أيهم يقم أقم معه من باب من أيهم يقم أقم معه يعني أي هنا تدل على الآقل وفي قولك أي الدواب تركب أركب من باب ما تدل هنا على غير الآقل وفي قولك أي يوم تصم أصم من باب متى أي تدل على الزمان وفي قولك أي مكان تجلس أجلس من باب أين أمثلة ذلك أمثلة على أدوات الشرط مثال لم ما يجزم فعلا واحدا لم تكن آمنت إعرابه لم حرف نتين وجزم وتكن فعل مذارئ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون واسم تكن ضمير مستطر تقديره هي وآمنت جملة في محل النس بخبر تكن ومثال لما نهو لما يذوق عذاب إعرابه لما هرف نتين وجزم وقلب ويذوق فعل مذارئ مجزوم بلم وعلامة جزمه حسف النون لأنه من الأفآل الخمسة والواو ضمير مبني في مهل الرفع فائد عذابي مفؤول به منصوب علامة النصبي فتها مقدرا علامة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المهل بهركة المناسبة عذابي أصله عذابي فهزفت الياء نتكا وكتابة والكسرة تدل عليها ومثال لام الأمر لينفق زو سعة إعرابه اللام لام الأمر وينفق فعل مضارئ مجزوم بلام الأمر وزو فائل مرفو علامة الرفع الواو وهو مضاب سعة مضاف إليه وألامة جزمه سكون آخري وزو فائل وسعة مضاف إليه سعة بفتح السين وإياك أن تقول سعة كما يقول العوام وطالب العلم لا ينبغي أن يكون كالعوام سعة بفتح السين وليس سعة ومثال لام الدعاء نحو ليقضي علينا ربك فيقضي في المضارئ مجزوم بلام الدعاء وألامة جزمه حسف الياء لأنه من الأفآل المؤتلة وعلينا جر ومجرور متعلق بيقضي وربك فائل والكاف مضاف إليه ومثال لا في النحي نحو لا تخف ولا تحزن الأنكبوت فلا حرف نحي وجزم وتخف وتحزن مجزومان وألامة جزمه ما السكون ومثال لا في الدعاء نحو لا تآخذنا فلا حرف دعاء وتآخذ مجزوم بها وألامة جزمه السكون وفائله دمير مستطر فيه وجوبا تقديره أنت ونا مفؤول به أي دمير مبني في محل الناس مفؤول به ومثال إن نحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم فإن حرف شرط جازم يجزم فعلين وتؤمنوا تعل الشرط وهو مجزوم بإن وألامة جزمه حسف النون وتتقوا معطوف علي وألامة جزمه حسف النون أيضا ويؤتكم جواب الشرط وهو مجزوم وألامة جزمه حسف الياء ومثال إزما نحو وإنك إزما تأتماعا تآمر به سيدنا كيف حالكم تمام ألنتم تمام حاضر ومثال إزما نحو وإنك إزما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا هنا خطأ في نسختي المحقق جعل به من الشطر الأول وهو من الشطر الثاني وأنتم ما قصتكم به في الشطر الأول أو في الثاني هو السواب هذا المحقق آه يعني لا أريد أن أدخل في التعصب المزحدي يعني قل ما تجد وحابيا يفلخ في النحو أو في العلوم العقلية بصفة عامة فيعني تجد ضعفا ونقصا لا يخفى والله المستعال وهذا يتكرر في هذا التحقيق يتكرر على الأقل عشرة أبيات كتبت بهذه الطريقة كلمة من الشطر الأول فتكتب في الشطر الثاني أو من الشطر الثاني فتكتب في إيه في الشطر الأول طيب الشاهد قال فإزما حرف شرط جازم يجزم فعلين وتعتي فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حسف الياء وتلف جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حسف الياء أيضا ومثال من نحو من يعمل سوء يجز به فمن اسم شرط يجزم فعلين مهلها رفء على الابتداء ويعمل فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون ويعمل وفائله الآئد على من في موضع رفء على الخبرية وقيل الخبر جواب الشرط وقيل هما معا يعني فعل الشرط وجواب الشرط معا خبر المبتدى وهذا أقرب ويجز جواب الشرط وعلامة جزمه هصف الأليم ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله فما اسم شرط جاز وموضئها نسب على المفئولية للفعل الذي بعدها فهو آمل في مهل هاء النصب وهي آملة في لفظه الجزمة يا سلام يعني ما في محل نصب بتفعله وتفعله مجزوم بما بينهما أهان علاقة أهان تعامل إنجاز التعبير الأول عمل في الثاني والثاني عمل في الأول وألامة جزمه حسف النون ومن خير بيان لما ويعلمه الله جواب الشرط وألامة جزمه السكون ومثال مهما نحو أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي بيت لمرئ القيس من المعلقة أغرك مني أن هبك قاتلي أغر الحمزة حمزة الاستفهام غر فئل الماض والكاف دمير مبني في محل النسب مفئول به من نجار ومجرور متعلق بغر أنا حرف نسب وتوكيد هب اسم أنا وهو مضاف الكاف دمير في محل الجر مضاف إليه قاتلي خبر أنا وأن واسمها وخبرها مصدر مؤول في محل الرفع فاعل وأن كي هنا الشاهد وأن الواو حرف أطل أن حرف نسب الكاف دمير مبني في محل النسب اسم أنا مهما تعمر الكلب يفأ هذه جملة في محل الرفع خبر أن وأن وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل الرفع مأطوف على الفائل قال فمهما اسم شرط مبتدى وتعمري خبرها وتعمري خبرها وهو مجزوم بها وعلامة جزمه حصف النون لأنه من الأفآل الخمسة والقلب مفؤول به ويفعل جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون وكسر لموافقة حركة الروي والشرط وجوابه خبر أن كما قل يعني إحنا ومثال أي أي نهو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى فأيا اسم شرط جاز مفؤول منصوب بتدعو وما صلاح أي زائد جاء ذها للتوكيد وتدعو مجزوم وعلامة جزمه حسب النور يعني أي منصوب بتدعو وتدعو مجزوم بأي مثل ما سبق في وما تفعل فله فله جار ومجرور خبر مقدم والأسماء مبتدى مؤخر والحسنى ناة الأسماء ومهل الجملة الابتدائية جزم على أنها جواب الشرط ومثال كيفما نهو كيفما تتوجه تصادف خيرا فكيفما اسم الشرط في مهل نصب بالفعل وتتوجه فئل الشرط وتصادف جواب الشرط ولم أكف له على شاهد من شعر ولا نثر ومثال متى نهو متى أضع العمامة تعرفوني هذا بيت من الشعر ينبغي أن يكتب على نظام الأبياد متى أضع الإمامة تعرفوني أنا ابن جلى وطلاء السناية متى أضع الإمامة تعرفون فمتى اسم شرط في موضع نصب على الظرفية الزمانية زرف زمان منصوب وناصبه أضع وأضع فئل الشرط وهو مجزوم على ما تجزمه السكون يعني متى منصوب بعضع وأضع مجزوم بإيه بمتى الشيء نفسه وقسر لالتقاء الساكنين وتعرفوني جواب الشرط وهو مجزوم على ما تجزمه هسف النون والأصل تعرفونني ومثال أيان نهو أيان منك تعم غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا يعني الأمان لا يكون إلا منا إذا وجدت الأمان منا فلا خوف عليك وإذا فقدت الأمان منا فلن تجد الأمان في أي مكان يا سلام فأيان في موضع نصف اسم شرط مبني في موضع نصف على الظرفية الزمانية ظرف زمان منصوب ونصبه نؤمنك ونؤمنك تعل الشرط مجزوم بعيان أيان منصوب بنؤمن ونؤمن مجزوم بعيان وتعمن جواب الشرط وألامة جزمه السكون وغيرنا مفؤول به ومثال أن نحو فأصبحت أن تأتها عندكم كلمة فأصبحت في أول البيت فأصبحت أن تأتها تستجر بها تجد حقبا جزلا ونارا تعججا هذا البيت بهذا الترتيب لا يعرف في كتب الناح لا يعرف في كتب الناح ويظهر أنه ملفق من بيتين مختلفين لشائرين مختلفين والشاهد في الشطر الأول وهو الذي اكتفى به الشيخ خالد في التصريح ولن يأتي بالبيت كاملا على هذا الناح أن تأتيها تستجر بها تجد فأنا بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة في محل نصب على الظرفية المكانية وناسبها تأتيها وتأتيها فعل الشرط وعلامة جزمه حصف الياء يعني أن منصوب بتأتي وتأتي مجزوم بأن وتستجر بدل منه بدل اجتمال وتجد جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السفون ومثال حيث ما نحو حيث ما تستقم يقدر لك الله هو نجاحا في غابر الأزمان الحاء كتبت في الشطر الأول وهي في الشطر الثاني نفس الخطأ الذي وقع من هذا المحقق في البيت السادق لكن عندكم إن شاء الله على الصورة صحيحة في الشطر الأول ولا في الشطر الثاني جميل لأنه تحقيق أزهري هذا حققه الأزهري أو ضبطه الأزهري لكن هذه النسخة أنا أفضلها لأن صاحبها اعتمد على مقطوطات وهذه النسخة لم يعتمد على المقطوطات لكن ضبطها ضبطا صحيح لن يذكر المقطوطات التي اعتمد عليها يظهر أنه نقلها من طبعة الحلد وضبطها فقط وهذا نقص في إخراج الكتب لو أضيف إلى هذه النسخة نسخة كشيدة مكتبة كشيدة ولا إيه لو أضيف إليها الرجوع إلى المقطوطات لكانت على الكمال والتمام المطلوبين طيب سبحان من تفرد بالكمال حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاها في غابر الأزمان فحيث في موضع نصب على الظرفية المكانية وناصبه تستقم وما زائد ولكن يجب أن تزاد في حيث حتى تكون شرطية إذا تجردت حيث مما فليست شرطية لا تفيد معنى الشرط إلا إذا اقترنت بما وتستقم فعل الشرط مجزوم بحيث ما وحيث ما منصوب ب تستقم ويقدر جواب الشرط وألامة جزمه مسكون ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط ويسمى الثاني منهما جواب الشرط ويسمى أيضا جزاء الشرط سواء كان مضارئين كما مستلنا أو ماضيين نهو وإن عدتم عدنا عدتم عدنا أو الأول مضارئا والثاني ماضيا نهو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا قتر من يقم هذا تعل الشرط وهو مضارئ قتر له قتر هو جواب الشرط وهو فعل ماضي وبالأكس نهو من كان يريد حرث الآخرة نزد له من حرثه كان تعل ماضي وهو فعل الشرط نزد هو جواب الشرط وهو فعل مضارئ وبهذا انتهينا من الجوازم وقبل أن ندخل في باب المجرورات نبتح باب السؤال من له سؤال فليسأل اليوم نأخذ باب الجوازم والمجرورات وفي المهاضرة القادمة بإذن الله نأخذ إعراب الجمل وأشباه الجمل ثم المهاضرة الأخيرة التي بها نختم الكتاب يعني في يوم اللهم صلى على الرسول المصطفى الثلاثاء وهي في إعراب الصور القرآنية الإعراب التطبيق فضل مدارئان ومختلفان كالماضي أداة الشرط إذا دخلت على الماضي فهو كالمدارع في المعنى ولم ولما إذا دخل على المدارع فهو كالماضي في المعنى تمام نعم سؤال آخر فضل أيوة كان بيودي عن أشرح البيت ولكن السرعة نريد أن نختم الكتاب قبل رمضان فسكت بيت معناه جميل الشاعر يقول فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تعمر آتيا فإنك أيها المخاطط إذ ما تعتي أي إذ ما تفعل ما أنت آمر به عندما تفعل ما تعمر به تلفي أي تجد من تعمره آتيا أي فائلا بمعنى هذا البيت يتعلق بالدعات وأولياء الأمور بالدرجة الأولى لا يقبل من الشيخ أو الدائية أو ولي الأمر يعمر الناس بالشيء وهو لا يفعله أو ينهى عن الشيء وهو يفعله فالشائر يقول عندما تدعو مع الصادقين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق الكلام ما شاء الله يؤثر في القلب ويقبل ويقبل لكن الرجل كذاب كل من يعرفه يصفه بالكذب ثم يصعد المنبر ويدؤو الناس إلى الصدق ولا يعني لا يعبه به أحد ولا يقبل منه أحد كلمته وهذا البيت من باب قولي أبي الأسود الدعلي أبيات مشهورة جميلة يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا تعليم فابدع بنفسك وانهها أن غيها فإذا انتهت أنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم فابدع بنفسك وهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى أن كل قيم وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم هل فهمت معنى البيت؟ نسأل الله أن يؤيننا على العمل به يا رب سؤال آخر المجرورات باب المجرورات قال رحمه الله المجرورات المشهورة كسماني الكسم الأول مجرور بالحروب بعضهم يقولون سلاسة أقصى المجرورات في اللغة العربية سلاسة مجرور بحرف جر مجرور بالمضاف أو الإضافة ثم المجرور بالتبائية وهذا الكسم الثالث لا يصبت على مذهب جماهير النهوين لا يصبت فالثابت اثنان فقط كما قرر الشيخ المجرورات المشهورة كسمان الكسم الأول مجرور بالحروف أي بحروف الجر والكسم الثاني مجرور بالمضاف لا بالإضافة يعني الاسم الواقع بعد حرف جر مجرور بحرف الجر بإجماء النهويين لكن المضاف إليه في التركيب الإضافي مجرور بالإجماع ومختلف في تحديد آمل الجر منهم من يقول إن الآمل معنوي وهذا هو المشهور بين المتعلمين الآمل في المضاف إليه معنوي وهو الإضافة أقول مجرور بالإضافة وهذا القول على خلاف الأصاح والقول الثاني الذي هو الأصاح المضاف إليه مجرور بالمضاف عندما أقول غلام زيد زيد مجرور بغلام وليس بكتاب وليس بالإضافة وهناك قول ثالث حاصله أن المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر التقدير غلام لزيد قال ومجرور بالمضاف لا بالإضافة على الأصاح أي على القول الأصاح وزاد بعضهم الجر بالتبعية وزاد بعضهم الجر بالتبعية والجمهور على خلاف ذلك والمراد بالجر والتبعية يعني التوابئ السابقة في حالة الجر مجرورة بالتبعية وهذا ضعيف وبعضهم الجر بالمجاورة زاد بعض النهويين الجر بالمجاورة أي إذا وقع الاسم بجوار المجرور جر وإن لم يدخل عليه آمل جر إذا وقع الاسم بجوار المجرور جر وإن لم يكن معه آمل جر ومن شواهده جحر ضب جحر ضب خريب العرب يقول جحر ضب خريب جحر ضب مبتدى مضاف ومضاف إليه أين خبر مبتدى خريب وقياسه أن يقال خريب بالرط إلا أن الأرب قالوا خريب لماذا جره لأنه بجوار المجرور يسمى جر بالمجاورة ويؤرب الشيء عرابا تقديريا في هذه الحال أقول خريب خبر مبتدى مرفو ألامة الرفع ضم مقدرة مناء من ظهورها اشتغال المحل بهركة المجاورة ومن شواهده كول امرئ القيس كأن ثبيرا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي كأن ثبيرا في أفانين ودقه جبل يصوره امرؤ القيس بأنه كشيخ الكبيلة كأن ثبيرا في أفانين ودقه كبير أناس أي شيخ كبيلة في بجاد أي في أبايا في بردة في الجبة مزملي مزمل نعت لكبير الكياس أن يقول امرؤ القيس كبير أناس في بجاد مزمل ولكنه قال مزمل لأنه وقع بجوار المجروف وهنا قال أهد الأدباء النهويين بيتين جميلين يضمنهما هذا النوع من الجر الجر بالمجاورة قال إزام الليالي إزام الليالي قد رمتك بي ساقط وقدرك مرفوع فأنه ترحل ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل الله إزام الليالي قد رمتك بساقط وقدرك مرفوع فأنه ترحل يعني إذا أبتليت بمؤاشرة قليل العدب الذي لا يحترم من معه ماذا تفعل فأنه ترحل إزام الليالي قد رمتك بساقط وقدرك مرفوع فأنه ترحل لأنك ستآمل مؤاملت تجاور قليل العدب تصاهب قليل العدب فالناس يعتقدون أنك قليل العدب إزام الليالي قد رمتك بساقط وقدرك مرفوع فأنه ترحل ألم ترى ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل هذه العبارة نقلها من امرئ القيز شيخ القبيلة صار مجرورا بسبب مجاورته للمجرور فإذا كان شيخ القبيلة قد جر بسبب مجاورة المجرور فما بالك بمن هو دونه طيب وبعضهم الجر بالتوهم الجر بإيه يعني إيه الجر بالتوهم عطفوا المجرور المجرور على خبر ليس وما الهجازية المنصوب أقول ما زيد ما زيد عالما ولا شائري ما زيد عالما ولا إيه ولا شائري ما زيد عالما ولا شائري شائر معطوف على عالما لماذا جر لتوهم دخول الباء على خبر ما يعني كأنه قيل ما زيد بآلما ولا شائري فسقطت الباء ما زيد عالما ولا شائر هذا يسمى الجر بالتوهم ها لا ترفين ما أنا شائر شائر آه أيوة بالعين أيوة نعم بالعين آيوة زائدة الباء تزاد بكثرة في خبر ما الباء تزاد بكثرة في خبر ما فيقدر وجودها وإن لم تكن موجودة يتوحم وجودها ما زيد عالما ولا شائر لأنه يقال ما زيد بآلم ولا شائر فالجر في الجملة الأولى يطلق عليه الجر بالتوهم قال فالأول أي الجر بالحروف وهو المجرور بالحرب ما يجر بمن وإلى الاسم الواقع بعد من نهو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد مجرور بمن ومجرور بإلى أيضا والكل منه وإليه سبحانه وتعالى الكل منه وإليه منه وإليه لماذا جاء بالمثالين ليدل على أن من تجر الظاهر والضمير وإلى أيضا تجر الظاهر والضمير وأن نهو رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه المؤمنين مجرور بأن أنه الظاهر مجرور بأن أيضا فأن تجر الظاهر والضمير وعلى نهو قولك توكلت على الله وأقبلت عليه الله مجرور بإلى والضمير أيضا مجرور بإلى وتي نهو النعيم في الجنة الجنة اسم مجرور بتي وفيها ما تشتهيه الأنفس الضمير فيها مجرور بتي ورب نهو رب رجل شجاع يكشف هذه القمة رب رجل رجل مجرور برب لكن رب مختص بالنكرات لا تجر الضمائر ولا تجر المعارف من الأسماء لا يكون المجرور برب إلا نكر والكاب نهو الآدمي كالنخلة إذا قطئ رأسه مات كالنخلة النقلة مجرور بالكاب هنا جاء بمثال واحد يعني الكاب جاء لها بمثال واحد للدلالة على أنها لا تجر إلا الإسم الظاهر لا يجوز أن يكون المجرور بالكاب ضميرا واللام نهو الظل للبغاة ولهم سوء المنقلب الظل للبغاة ولهم سوء المنقلب هنا هنا جاء بمثالين البغاة مجرور باللام وهم ضمير مجرور باللام يعني اللام تجر الظاهر وتجر الضمير وهروف القسم وهي الباء الموحدة أي التي لها نقطة واحدة تحتية والواء والتاء الفوقية الفوقية بمعنى لها نقطتان فوق نهو بالله ووالله وتالله بالله الله مجرور بالباء وهو هرف قسم ووالله الله مجرور بإيه بواوي القسم وتالله الله مجرور بتاع القسم ما رأيت فتنة نأوذ بالله من الفتنة أعظم من هذه الفتنة الواقعة في آخر سنة 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 وأعوذ بالله من شر سنة سلاس وأعوذ بالله من شر سنة سلاس أي سنة سلاس وتسئم من شر يعني جاء بمثالين للباء بالله ما رأيت وأعوذ بالله للدلالة على أن الباء تكون للكسم وتكون لغير القسم الباء في آؤوذ بالله ليست للقسم وفي بالله ما رأيت للقسم أما الواو والجر لا تكون إلا للقسم وتاء الجر لا تكون إلا للقسم أيضا والثاني وهو المجرور بالمضاف سلاسة أقسام ما يقدر بالله الاستحقاقية نهو غلام زيده والأولى ألا يقيد بالاستحقاقية يعني ما يقدر بالله تكتبون عند قوله ما يقدر بالله من الاستحقاقية الأولى ألا يقيد بكلمة الاستحقاقية حتى تشمل عبارته لام الملك ولام الاختصاص يعني كلامه هذا لا يشمل حالة كون المضاف مملوكا للمضاف إليه لكن إذا قيل ما يقدر بالله فقد هذا يكفي نهو غلام زيت وما يقدر بمن الجنسية ويطلق عليها البيانية أيضا نهو خاتم فضة وما يقدر بفيئة الظرفية نهو مكر الليل وهذا الاسم الثالث مختلف في سبوته هناك من ينكره من النهوي فالأول الإضافة الأولى المثال الأول على معنى غلام لزيت والثاني على معنى خاتم من فضة والثالث على معنى مكر في الليل يعني الإضافة ما يقدر بمن الجنسية ضابطه أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف خاتم من جنس الفضة أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف وضابط الإضافة الأولى صحة تقدير الله غلام زيد يمكن أن أقول غلام لزيد أما خاتم فضة لا يصح أن أقول خاتم لفضة وضابط الثالث صحة تقدير فيه قال وبعضهم حصر المجنورات في المضاف إليه فقط وهو أي المضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا كالكسم الأول أو تقديرا كالكسم الثاني ومن هؤلاء ابن الحاجد يعني هناك من يقول المجرور في اللغة العربية شيء واحد ما هو المضاف إليه والمضاف إليه على هذه العبارة يشمل المجرور بحرف جر ويشمل المضاف إليه المضاف إليه إما عن طريق التركيب الإضافي وإما عن طريق الجر بحرف جر وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوئه من حرف الله أخبر الله أخبر نه بزيد الفاضل بزيد الفاضل فالفاضل مجرور بالباء كما أن زيد مجرور بالباء أو مضاف نه غلام هند الفاضلة في الدار فالفاضلة مجرورة بإيه هذه العبارة لا ينبغي هو قالنا في أول الباب أها المجرور بالإضافة بالمضافة لا بالإضافة على الأصاح فلماذا هنا يقول بإضافة الغلام إليها في المعنى كان عليه أن يقول بالغلام هل فهمتم يعني هذه العبارة تؤارض ما سبق المضاف إليه مجرور بالمضاف على القول الأصاح وهو اختيار الشيخ خالد طيب كيف يقول هنا مجرورة بإضافة القلام إليها في المعنى هذا على خلاف الأصاح والأولى أن يبني كلامه أه على الأصاح يعني يمكن أن تكتب الأولى أن يقال مجرورة بغلام الذي هو المضاف حتى يتفق مع ما تقرر في أول الباب وفي البدل المجرور في البدل أنه ألانية تكرار الآن عندما أقول مررت بزيد أبي بكر مررت بزيد أبي بكر أبي بكر بدل من زيد فالتقدير مررت بزيد مررت بأبي بكر قال وأما الجر بالمجاورة نهو هذا جحر ضب خريب بجر خريب لبن 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 المجرور وكان هقه الرفأ لأنه نأت الجحر المرفوء على الخبرية والجر بالتوهم نهو لست قائما ولا قائد قائد معطوف على قائما ولماذا هو مجرور والمعطوف عليه منصوب بالجر على توهم دخول الباء في خبر ليسا فكأنه قيل لست بقائم ولا قائد فإنهما أي المجرور بالمجاورة أو الجر بالمجاورة والجر بالتوهم يرجعان عند التحقيق إلى الجر بالمضاف وإلى الجر بالحرف كما قاله ابن هشام في شرح لمحة أبي حيان في شرح لمحة أبي حيان أبو حيان له كتاب اسمه اللمحة البدرية وابن هشام شرحه شرحا جليلا وهناك طلاب نقرأ معهم هذا الكتاب في هذه الأيام عندكم لمحة ولا ملحة لمحة أبي حيان ولا ملحة أبي حيان جميل جاء في بعض النسخ ملحة أبي حيان وهو إما أن يكون خطأاً وإما أن يكون الكتاب يعني أُرف باسمين يقال لمحة أبي حيان ويقال ملحة أبي حيان لتمييزها عن ملحة الحرير وفي هذا والحمد لله أخذنا اليوم بابين كاملين باب الجوازم وباب المجرورات وفي المهاضرة القادمة بإذن الله نأخذ أحكام الجمل وأقسامها كاملاً ثم المهاضرة الأخيرة في إعراضي الصور الأشرة التي جاء ذها المسنف في آخر الكتاب من له سؤال فليتفضل البغاء جمء باغي والباغي بمعنى الظالم البغاء بمعنى الظلمة الظالمين نعم اليوم 22 سؤال آخر ترجمة نانسي قنقر